وما أسباب أصلا حتى خروج اليمنية من آياتا؟ أي منطقة فيها اندلاع أي حروب منظمة الآياتا تعلق هذه الشركات العاملة أو الوطنية المتواجدة بهذه الدولة لأنها ستكون هناك التزامات ومصاريف قيمة التذاكر إذا استمر العمل بنظام الآياتا في اليمن فمشكلة في التزامات السداد أنت عندك بنوك ستعلق من فين تتم هذه التحويلات ونحن قلسنا عدة سنوات في ظل هذا التعليق مما أضطر أن الخطوط الجوية اليمنية تنسحب حتى لا يكون على أي التزامات أمام شركات طيران يعني اليمنية خسرت بمبالغ يمكن كبيرة في بثناء التوقفة أو خروجها عن منظمة الآياتا وعودتها ليس من السهل عودتها ليس من السهل نحن الآن في منطقة طيب يعني المسألة كانت محصورة على صنع فقط يعني ما يوجد فيها نوع من الاضطراب لكن عدن والمناطق حضر موت كل المناطق تعتبر نحن في ظل الوضع والانقلاب وعدم الاستقرار والحرب قائم أولا لم تأتيك أي شركة طيران توصل اليمن حتى على مستوى الآن مثلا عدن لا يمكن أن تقدم على أي شركة خارجية لا يوجد شركة طيران لا يوجد أي شركة أجنبية عربية أو أجنبية عربية أو أجنبية لا يمكن أن توصل في ظل الوضع الغير مستقر في داخل اليمن لا يمكن التأمين مكلف مكلف وغير مقبول في ظل الإطرابات القائمة الآن في داخل اليمن